السلام عليكم ومرحبا بكم جمعة مباركة الله مصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمال جيت نشارك معكم يوم من أيام رمضان وطبق درته جديد يعني فكرة جديدة منذ قبلنا نتمنى أنهاتنا لإعجابكم خرج لي ما شاء الله تفضلوا بعد ما صليت العصر وقرأت قرآن كما تعرفوا هذا شهر المغفرة وشهر التوبة وشهر القرآن يعني نازم قراءة القرآن والذكر أيضا أول حاجة درتها نقص تصوالح ليش الدوليد كما البوراك كما لصالات أول حاجة درتها درت لفخص نتع البوراك لفخص اللي درتها لهنيا يعني بمقادر بسيطة حضرت عشان تعلينا من نيالي رمضان درت بطاة عطان على طومات في مقلة ما درت لازي تلاولو فرخت علي أحباب بيت خلطتها درت لشوية شوية قصبر وشوية سيبوليف حطيته في الفريجيدير كي تبقى لرباح ساعة على الأهذن نطيب درت صلاة خفيفة درتها مفورة قطعت البطاطا مع زرودية en petit dé درت يعني ايو جاردينيير درتها فارد مع شوية ملح بعد ما فاردت لصالات حطيتها في تبسي ضفت لها بصل الخضر وضفت لها المعدنوس والزيتون تحلية كنت درت فراولا مع تشينا قطعتهم درت لهم سكورة وقرفة مزهر وخليطهم في الثلاجة مع ذرا نسيت باش نصور التحلية وفيما يخص الطابق قديد جوج حبيت بدنجال قشرتهم قدرتهم اناميل خسلتهم بالماء والملح وبعد ما تخسلتهم بشيرو حلو ما ذاك الملح وضعتهم في بابي كويسون دهنتهم بالسمن وضعتهم للحمر بعد أعطيته لهم البلوند او بولي او بصال الخضراء ضفت له سنة تعالثون بعد مرحيتهم مليح ضفت له بهارات شوية ففل لكحل شوية قصبر يابس قرفة زنجبيل و شوية رس الحانوت زلتت له مورو في صغيران تعسمن وصفار بيضاء وصبره مع دنوس خلط كل شيء مع بعض جبت للمولة بابا هذه الفكرة جديدة تعذوقوا بنا ووصفة اللي خرجت لي ما شاء الله جبت للمولة بابا درت للميل وديت كمية لبس بها حطيته في الوسط وغلقت عليه هذو كليفوي وقلبت للمولة بابا وحطيتهم كما راكم تشوفوا فئة مولا قغاة كنت محضرة أيضا سلسلة طماطي كنت محضرة حطيتهم في المولة فرقت عليهم من الصوص وغطيتهم بابي كويسون ودخلتهم من الفرن بعدما طابوا لي وخرجتهم هذو هما شوفوا كيف خرجوا خرجوا ما شاء الله هذه الوصفة جديدة خرجت لي روعا اتمنى انكم تجربوها بعدما بردوا شوية درت لهم السلايس تحتيزي ولا فرماج كاري ضبت لهم المعدنوس وكان زيت لي شوية الجج زيت طيبته معهم لي بولت لي بولت جوني بزاف ما شاء الله يعني غيب مرسوة على الجج درنا طابق رمضاني ولا أرواح يخرج جبنين نتمنى انكم تجربوه هذا هو الطابق ويقوم بتجربوه خرج جهائل التبذير مليح وقادرين بمقادير بسيطة نحضر واجبات اقتصادية وجدوثارية وتزيد المائدة الرمضانية وللصهراء معلتي كنت حضرت طايف اللي كنت عملت لهم حشو بالجلجلان محمص والتزيين كان بشوية تابيستاش ان شاء الله تكون عجبتكم يومية ذوقوا بنا في رمضان ويكون عجبكم الطابق الجديد ما بقى نغنقلكم سوف افضلكم في امان الله وحفظه ومع السلامة